نروح للشارع ونشوف رأيه ناس إيه ونرجع بقى نتكلم في الحتة المعنوية الجميلة دي بس هنقفل المادة الأول يلا بينا والله الناس كلها بتنزل أسواق فترة دي لأن احتياجاتها في شهر رمضان الكريم انت عارف كل أسرة لو كل أسرة مثلا فيها اثنين أو ثلاثة أو أربعة على حسب العدد الموجود فيه بيبدوا يستعدوا ينزلوا يجاهزوا كل حاجة يعني من أكله وشربه وزيت وسكر السار في بيزيت في مصر اعتقد ان احنا عندنا بسبب ان احنا عادات عادات ان احنا منجيب حاجات كتير ممكن مكونش لها لازمة كمان وخصوصان في رمضان يعني منجيب الحاجات دي كتير والله دي عادة من زمان صراحة لكن احب ما هو نفس الأكل وهما نفس الوجبتين اللي بناكلهم يعني دي عادة الشعب المصري شعب كريم فطبعا بيتوقع ان حد حجيله في رمضان ولكده فبيحاول يجاهز نفسه والأمهات المصريين أمهات بيوت فبيحبوا يعني يبقى عندها الرز وعندها كذا وعندها كذا وعندها كذا هو احنا كشعب مصري اتعودنا ان لما بنفرح قوي بناكل كتير يعني لو تقعد بالك الأفراح والحاجات المناسبات السعيدة اللي عنده حد بينجع حد مش عارف ايه تبقى فيها استهلاك أكل كتير فطبعا كل اخواتنا المسلمين واحنا معاهم بنفرح برمضان كل سنة كل الناس طيبين فطبيعي ان ده يبقى الاتيتيود او ده الطبيعة بتاعت الشعب المصري تجيب الحاجات اللي هي بيجيبها اي اسرة في رمضان اللي هو يا مش رمضان والبلح والحاجات دي اللي هو بتجيب طبعا المخزونة للخضار والفراخ والحوم الناس بتعزم كل يوم اللي بيبقى معزومة عند مامته حماته والكلام ده بس هي دي الفكرة لكن انا بعتبره كاكل زي باية الشهور عادي والله مش تحت شرط العزومات يعني انت منك صايمة فلازم بتجيب حاجة تاكلها كويسة يعني اكل كويس لحمة فراخ الكلام ده العزومات رقم واحد تمام اتنين بيبقى داخل عليك العيد ماشي فبرضه بتضطر ان انت بتجهز لبس العيد للاولاد او الكلام ده فبتتجمع مصاريف كلها مع بعضها ماشي فده بس بيحسس الواحد بالمصاريف اكتر في شهر المضاء يعني هو مش كل الاستلزامات بنجيبها يعني الحاجات الاساسية ممكن زي البلح تمام اللي هي السهلك هيومي ممكن مثلا زي عين الجمل شهر مفضل طبعا وحضرتك بتصرف فيه يعني وكده وحلويات طبعا واكله وكيد والله ما استغفت حاجة والله ما استعدت باي حاجة خالص اه لان هو هواه يوم بيوم المفروض اه كل سنة وانتو طيبين يعني هو مش شهر الاكل اه هو شهر اعبادة وانا حاليا لسه ما جبتش بس هنزل اجيب ان شاء الله عشان الاهل والاسرة وكده الله ايه الحاجة هي اللي بتصر الحاجة زوجتي هي اللي بتصر في حاجات زي مثلا امر الدين وحاجات دي اللي انا وحبهاش اصلا في بعطفتنا هي مناش لازمة في رمضان بناكل وجبة واحدة المفروض في الفطار وفي الصخور يعني المفروض الناس الشيكي اكتر في الايام العادية بيبقى في فطار وغدا وعشا احنا في رمضان بناكل هي وجبتين الفطار والصخور يا ميش رمضان والله بيقعد في التلاجة للسنة الجاية وبينجيب كمية صغيرة وبيقعد للسنة الجاية يا ميش رمضان نقول الكلام ده كله انا ما باستخدمه شي يعني تطبلح طمر كأسوبيا حاجات دي كده عادي لكن حاجات التنادي لا بصراحة انا بالنسبة لي ما باستخدمهاش بننزل فعلا الاسواق بالله موجود طب اجيبها واحطها ليه ولو حاجة بازت يبقى هضر يبقى اسمه ايه وبعدين يعلمونا اهليح الناس الكبار التدبير عليه نص المعيشة